في مؤتمر صحفي بالقاهرة أعلن رئيس مجلس نوى بطبرق عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن توصلهما لاتفاق بشأن الأساس الدستوري للانتخابات وأنهما سيعلنان عن خارطة طريق شاملة قرهبة خارطة الطريق كما أوضح عقيلة والمشري تتضمن موعدا لإجراء الانتخابات والتوافق على رئيس حكومة جديد إلا أن أسئلة جوهرية للخارطة المرتقبة لم تجب عنها تصريحاتهما كما أنهما لم يتحدثا عن إقرار القاعدة الدستورية والنزاع الحاد حول عدد من النقاط في مقدمتها مصير شروط المترشحين من العسكريين ومن حملة الجنسيات الأجنبية وأشار المشري إلى اللجوء إلى آلية الاستفتاء حول النقاط الخلافية في حال فشل التوافق حول القاعدة الدستورية لقاءات عقيلة صالح وخالد المشري حتى عهد قريب كانت تدور حول تغيير المجلس الرئاسي وتغيير في المناصب السيادية خاصة منصب محافظ المصرف المركزي وتغيير رئيس حكومة الوحدة الوطنية وتقديم الانتخابات البرلمانية على الانتخابات الرئاسية على أن يستمر بقاؤهما في المشهد عبر عضوية المجلس الرئاسي الجديد رد البعثة الأممية على لقاء القاهرة لم يعكس تأييدا صريحا وقويا فالتركيز في تصريحاتها كان عن ضرورة تحديد موعد الانتخابات وأساسها الدستوري والقانوني كما علق رئيس تجمع تكنقراط ليبيا أشرف بلها على بيان رئيسي مجلسي النواب والدولة أنه محاولة لتخفيف الضغط السياسي داخليا وخارجيا كما أوضح مهتمون بالشأن الليبي أن دعوة المجلس الرئاسي ووساطته قد رفضت لخشية رئيسي المجلسين أن يفقدا زمام التحكم في مسار الحوارات وأنهما ينظران للمجلس الرئاسي بصفته طرفا مواليا لحكومة الوحدة الوطنية ومنحازا لها تبقى كل هذه المبادرات زيادة لمعاناة الليبيين الذين طحنتهم الأزمات المفتعلة وتنازع الساسة الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على مصلحة الوطن